أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارتنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء بعض أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاثوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم القروة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء بعض الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربهم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار واجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فاسقلناه تفقيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك تفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن غل فإنما يغل عليها ولا تسير وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسغوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم اجعلنا له جهنم جفلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآد ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه مبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقق ولا تبسطها كل البصف فتبعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرب في القتل إنه كان من صورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شدة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وذنوا بالقصطات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأسفاكم ربكم بالبنين واتقذ من الملائكة بإناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نصورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابدغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبالهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف غربوا لك الأمثال فغلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاغة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة وسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فسستجيبون بحمده وتغنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الظر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبدغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسقورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فغلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعل رؤيا التي أغيناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا تغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي قرمت عليه لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بسخوتك وأجلب عليهم بخيلك واجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر يتبدغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الظر في البحر غل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حافبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه داغة أخرى فيرسل عليكم قاسفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الصيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضينا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأغل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أغسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم سخلات لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك ثلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوضيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن للا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبا أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجغ لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجغ الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من ذخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيه حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل قنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يغلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وسقما مأواهم جهنم كلما خبزدناهم سعيرا ذلك جساؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم واجعل لهم أجلا لا غيب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل أو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمثبتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأغنغ يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأغنغ يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل نسكن الأرض فإذا جاء بعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أغفلناك إلا مبشرا ونذيرا فقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوذوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتقذ ولدا ولم يقل له شريك في الملك ولم يقل له ولي من الظل وكبره تكبيرا ترجمة نانسي قنقر سياسة أحوام يا